السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بكم وتابعين الكرام معكم اخوكم محمود عبداني النار. ده بازن الله معانا عطل جديد. حنشوف مع بعضينا عطل في التلفزيون يعني عطل منتشر كتير في انواع من التلفزيونات اللي هي الصيني. معظم الصيني ممكن تلاقيه متواجد معاك يعني هي عد عليك كتير. هي مشكلة احتزاز الصورة زي ما نشوف مع حضراتكم دلوقتي لو نيجي كده لصورة التلفزيون زي ما انتم شايفين حضراتكم. هي الصورة مقلوبة دي مش مشكلة لان انا مغارش هسي لسه الديفليكشن هزبط الصورة منه. لكن زي ما انتم شايفين حضراتكم الصورة في اهتزازات في الجنب واهتزازات لاعلى والاسفل. طبعا المشكلة دي تسعين في المية بتيجي معانا من مكسفات او بط الكهربا. اه مكسفات تنعين بتبقى هي المشكلة منها زي ما نشوف مع حضراتكم دلوقتي. يعني المشكلة دي ممكن تزهر معايا في التلفزيون. من القطع اللي هنشوفها حضراتكم دلوقتي. يعني عمدك هنا مجمع من مكسفات ايه? مكسفات المية ستين دي ممكن تسبب معك في المشكلة دي. ومكسفات اللي بتغزي الفرتيكال معايا ممكن تسبب معايا في المشكلة دي. البط اللي معايا ده. بط الكهربا ده ممكن يتسبب معايا في المشكلة دي. اه مكسف الكبير. اه قصر في احد الجهود او حاجة ممكن يتسبب معايا في المشكلة دي او او جهود متزبزب او شيء. ممكن يتسبب معي في المشكلة دي. هنقيس الجهود مع بعضينا. ونشوف حضراتكم جهود سابتة ولا فيها مشكلة. وبعد كده نحدد العطل بتاعنا ان شاء الله. اول حاجة هنعملها حضراتكم من قيس الجهود اللي داخل عندي على عيسية وعلى اللايين المية وعشرة وغاية الجهود اللي موجودة معايا. لو هنجي كده هنا. نسبت القفو في اي قرض زي كده. طبعا هنا عندي الديود وهي غزي المية وعشرة هيغزي معايا. اللي هو الديود اللي هو الديود ده حضراتكم. اه? زي ما انت شايفين انا في الصورة اهو. لو جينا قاسنا على الطرف وكده هنلاقي. ستة وعشين فولت سابتة معايا. وعلى مقاومة المية وعشرة اللي بتغزي الليل. اللي بتغزي عليها مية وخمسة. مشكلة دي ممكن نرفعها مالبطة عادي لكن هي المشكلة مش في المية وخمسة. ازا ما انت شايفين حضراتكم. هنشوف الجود اللي عنده الشبر ده. ده خارج خارج الشبر مية وخمسة. وخمستاشر فولت. المفروضة عني ستة وعشين فولت. دقيقة دي. الجود سابتة زي ما انت شايفين حضراتكم. اه طبعا انا برضو العلم علشان اه انا اشتغلت في التلفزيون. وغيرت مجموعة من المكسفات. انا حبيت اشارك العطلة مع حضراتكم. علشان العطلة ده ممكن انها هيتعرض يعني هيبقى موجود قدام ناس كتير. فهنشوف طريقة الحل ازاي او ركت قطع اللي ممكن تسبب في المشكلة دي كلها. بصوا حضراتكم. انا غيرت المكسفات المية وستين وكنت بتكلم عليها المكسفين دول. مكسف ده والمكسف ده. وغيرت المكسفات اللي معايا دي. الغزاء السيل وبقيت المكسفين التانين دول. تمام? وغيرت البط الكهرباء. كل ده والتلفزيون ما زبتش. لحد الوقتي انا غيرت كل القطع دي. ما زبتش معايا التلفزيون. طبعا بعد تغيير القطع دي الموضوع ابتدى يعني بيبقى فيه صعوبة شوية لان المشكلة احنا عارفينها ان هي مشكلة مكسف. وانا متأكد ان هي مشكلة مكسف. لان بقيت القطع كلها سليمة لو في قطعة مشكلة مش دايما بتبقى بالوضع ده. فالمشاكل دي كلها تبقى مشاكل مكسفات. او مشكلة في البط اللي معايا ده بط الكهرباء ده مش مزبوط. طبعا كل القطع دي انا غيرتها واستها بعد ما غيرتها يعني لو جينا بالافو كده. بس ان المكسفات دي كلها لقيها كلها سليمة معايا. هزبط الافو معايا لوضع القوم. معلومة بالنسبة الناس اللي كانت بتسألنا على سعر الافو سعر الافو اعمل خمسمائة جنيه. آآ موجود على موقع ايسهاتكم. ادخل على جوجل وابحس وابحس اكتب ايسهاتكم. ادخل على الموقع هتلاقي الافو موجود عليه سعر عامل خمسمائة جنيه. والافو ده مش آآ مش كويس يعني زي ما الناس فاكرها هو كويس وفي الاياسات وكده وتمام لكن فيه مشكلة فيه في البطارية. لازم ان يبقى معها بطاريات او هتجيب له بطاريات او هتعمل له بطاريات انا مركب بطارية التليفون وبشحنها بشحن خارجي اوه زي ما انتم شايفين حضراتكم. فطبعا ما مشكلته في البطارية دي اول حاجة. آآ في مشكلة القفل الواحده دي لها حل انك انت بتضغط على الزهرين دول. شوية كده حد الجهاز ما يضفى معك. بعد كده تضغط عليهم تاني. لحد ما يفتح. موضوع القفل اللي هو الواحده ده. بيبدأ يروح معاك يعني بيتبرمجه يعني. زي كده مثلا. انما سعر الجهاز سعره خمسمونة جنيه عشان الناس اللي بتسأل عليه وانا عندي اتنين فيديو موجودين على القناة. آآ فتح الصندوق بتاعه ورابط الموقع موجود والسعر مكتوب برضو. وعندي فيديو تاني موجود لعيوبه مميزات او قبل ما تشيري. فلا بقول لك عيوبه برضو عشان الناس اللي بتسأل كتير عن نوعية دي لان الناس كتيرها مستعملاها. فهو داعبه في البطارية فقط لغير. ده اللي اللي لاحظته فيه. طبعا نيجي نيس مكسفات كده. انا زبطت مكسفات معي الوضع. وضع الميكروفراط او زي ما انت شايفين حضراتكم. نيجي نيس كده مكسف معي. المكسف ده. انك ستاشر فولت على ربعمائة سبعين اوه. ستاشر فولت. على ربعمائة سبعين ميكروفراط. انا اجي نيس وكده اوه مش ظاهر معي في الكاميرا عشان ما اخدش وقتها بس في التقريب. لما اجي ايس وكده انا وصلته اوه. اداني اربعمائة خمسة وخمسين. ده اداني اربعمائة خمسة وخمسين. معنا كده المكسف اللي خلحته ده شغيت. المكسف اللي موجود معي ده. ربعمائة سبعين ميكرو زي ما لتشافين حضراتكم اوه. شغيت. المكسف ده سبعة وربيعين ميكروفراط. اه. انا ايسه. اداني واحد وخمسين. اعتبر شغال. انا اعملو تفريخ كده وانا ايسه تاني. اداني واحد وخمسين شغال. عشان مش كده ممكن اديك اما ازعت شوية وقنات شوية دي مش مشكلة. المكسف ده اربعمائة سبعين. شايفين حضراتكم اربعمائة سبعين على خمسة وتياتين ميكروفراط. ده المكسف اللي معي. هانا ايسه تاني هانا ايس المكسف ده. مشي في امتو كام. ده اربعمائة سبعين ميكروفراط. مشوف هدينا كم ميكروفراط. ادينا اربعمائة تلاتين ده. اعتبر شغال. المكسف التاني ده متين وعشرين ميكروفراط. اه. مية سويتين فلتان ميتين وعشرين ميكروفراط. زي ما انت شايفين حضراتكم اتنين متين وخمسين اهو. اه. عليكم السلامة وعطلة بركاته. ده بتشحق. لا ما بتشحقش ده باش. ميتين خمسة واربعين ميكروفراط. اه. ده اللي هو التاني. كده زي ما شفت حضراتكم المكسفات كلها تعتبر سليمة يعني طبع مكسفات ده سليم. والبطن اغيرته شغال تمام ما بيش مشكلة. اه اصبحنا دلوقتي عندنا شكل. في حاجة واحدة بس ودي اللي انا اشكك فيها المكسف الكبير لو في مشكلة هيتسبب معنا في نفسه مشكلة هيعمل مشكلة في الجود كلها ويعملت زبز وزي زي الرسفارات كده لحضركم لو هتلاحظوا في الرسفارات ساعات الصورة بتكسر او الاشارة بتكسر دي بيبقى مشكلة من المكسف الكبير. او في مشاكل عندك في الصورة ساعات بتيجي من المكسف الكبير. على المكسف الكبير ده اللي بشغل الدايرة كله ومتحكم فيها. والتلفزيون انا سامح في صوت حاليا. طبعا للامانة يعني عشان برضو يبقى انا كلام واضح انا حبيت اشارك المعلومة معكم انا عملت العطل وغيرت المكسف الكبير والجهاز اشتغل معا كويس. لكن حبيت اوريكم اللي انا بتاديت اغير به يعني اللي بتاديت اغيرهم لما هم هم دول اساس في الاول يبقى المشكلة فيه. بعد كده غيرت المكسف الكبير الجهاز اشتغل معا كويس. ورجعته تاني عشان اصور مع حضراتكم الفيديو. علشان اوريكم اللي اطلع على الطبيعة. اما تشوفوا التلفزيون يبقى لو عندك نفس العطل تقدر تسيانه زي ما احنا عملنا كده. طبعا هبدأ اخلع المكسف الكبير وهركبه ونشوف مع حضراتكم بعد آآ بعد ما اتكلمنا كده وشرحنا المشكلة اللي عندنا. هنشوف زرقة التلفزيون التاني قبل ما نغير المكسف وبعد ما غيرنا المكسف. وزي ما انتوا شايفين حضراتكم اه? في هزة في الصورة وعوجاج في الصورة زي ما انتوا شايفين اه? انا جاب لكم زاوية بس عشان تشوفوا حضراتكم اه المشكلة عندنا اه? شايفين حضراتكم? هزة افك وهزة رأسي يعني في الجنبين. افك ورأسي في الجنبين. فده ده يدل على ايه? يدل المشكلة عندي في الفيرتكال ولا في الهوريزنتل يعني لو في المشكلة عندي في الهوريزنتل او في الفيرتكال ممكن تسبب عفوا تسبب معي في الهزة اللي معنا دي سواء افك او رأس. لكن المشكلة في الاتنين حاليا فطبعا المشكلة دي وفي صوت معي يعني لو هنركز كده اه اسمها حضراتكم الصوت. في صوت ده يا صفارة كده والصوت ده ما بطلعش كتير غير المكسفات او مش شوبر. فطبعا اكبر مكسف ممكن تطلع معا الصوت ده هيبقى المكسف الكبير ده. اه هنشوفوا كده حضراتكم. هنفكوا ونغيروا ونشوف معنا لو حقا تحل ولا ما تحل. قبل من غير كده نقيسي الاول الجهد ده عشان نقيس ما حضراتكم الجهد اللي موجود معا المكسف الكبير. مش هونه كام حضراتكم. زي ما انت شايفين الجهد اللي موجود معايا متين وخمسة. والجهد ده قليل اه. ما فرض قليل الجهد اللي معايا اعلى من كده بيخرج تلتمائة وخمسين تلتمائة على حسب يعني. الجهد اللي موجود معا متين وخمسة يعني مش مش جهد طبيعي. واحنا شوفنا قبل كده واحنا في صنعات الشاشات كان الجهد بيخرج معايا متين ومتين وواحداشرة والشاشة غالية ما فيهاش مشكلة. لكن بتقابلناها مشاكل التانية. فان شاء الله بإذن الله هنغارض مكسف ده مش كفت مع حضراتكم. انا خلعت المكسف حضراتكم اهو. بحاول اقيسه على المايكروفارات انا اضغط الافو معايا المايكروفارات اهو. حاول اقيسه على المايكروفارات لكن زي ما انتم شايفين هو مش مدين اي شيء اهو. هبدأ المس. المكسف معي اهو. سبت كويس ان انا مش سابت كده المفروض يديني اراية هنا. زي ما انتم شايفين حضراتكم مش مدين اي شيء يعني انا سابت اهو متابلات الافو عليه مش مدين اي اراية ولا واحد مايكرو حتى. ده المكسف اللي معي المفروض ده مية وعشرين مايكروفارات ربعماء وخمسين على مية وعشرين مايكروفارات. المكسف اللي موجود معي اللي انا هركبه ميت مايكروفارات على اربعمائة بولت. هنبدأ نقيسه كده اللي احنا هنركبه. طبعا الوابعماء وخمسين من اربعمائة بتفريش كتير لان المكسفات دي الجوة دي بتاعها اساسا اقل من اربعمائة. فطبعا وده ده المكسف ده مخلوع من شاسي سيني نفس يعني نفس الشاسية لعشان ما ترويش البولت مختلف او نفس اخو الشاسي هو. نفس الشاسية. مخلوع منه نفس المكسف الكبير ده. لو جينا قيسنا كده الجهود اللي قيسنا عناكروفارات كده المكسف اللي هركبه. هنشوفوا اي اس كام انه لسه مقستوش اساسا بيسوا مع حضراتكم اوه. انا كده. سبت كده على المكسف اوه اشوفها ادراك هما يبتدي يعد معي اوه. هاولي اثبت اثبت الكابلات كويه اصننا بس كتير لكم بيدي. هبصور بيدي. نثبت كده على المكسف اوه. شوف ادراككم الايراء اللي هدى المكسف كام? المكسف اداني ميت مايكروفارات اوه. ميت مايكروفارات وانا بقيس مكسف اوه. المكسف التاني ما ادانيش حتى واحد مايكروفارات. وده دليل قطع يعني عن المكسف تالف فعلا. وازم عندنا تريفزيون شغال المفروض ماكش خرج جهود لكن المشكلة دي بنقابلها كتير يعني هتبستغرب من المكسف واشغال ازاي وما فيش واحد مايكروفارات فيه وشغل التليفزيون. يعني لا شحن ولا تفريغ ولا شيء. المفروض المكسف ده اساسا المفروض بيشحن معايا لانه بيرفع معايا الفولت من ميتين وعشرون فولت لتلتمية وخمسين وبعد كده بيدخل معايا على اللي بيبدأ يخش معايا على الشوبر تقطيع اللي بيبدأ المسفت يقطعوا او الباور يقطعوا للشوبر معايا علشان يخش متقطع لكن مفيش شحنة زي ما انتم شفت حضراتكم والمكسف ما بيشحنش والتليفزيون شغال. يعني حاجة غريبة بصراحة يعني. مفيش حتى واحد مايكروفارات يا شباب. فلو اي حد عنده معلومة عن الموضوع ده يقدر يفيدنا مفيش مشكلة لان احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده. ازاي المكسف يشتغل ويعتبر تالف. دي اه حاجة يعني وبيخرجوا الجهود مظبوطة زي ما شفتوا كل الجهود كان خارجة مظبوطة طبعا ما اعمل مشاكل. لكن الجهود الخارجة مظبوطة زي ما نشوفكم ستة وعشرين والمية وعشرة خمستاشر بولت يعني معظم الجهود شغالة وخمسة بولت يعني كل جهود شغالة في التليفزيون. فلو اي حد عنده تفسير الموضوع ده ياريت يعني يفيد نا يعني. مفيش مشكلة فوق وكل زي المنعليم وكلنا متعلم من بعضينا. وان شاء الله بازن الله هنتظرونا في بديوات جديدة وشغل جديد زي ما عوضنا حضراتكم. هنبدأ كده نركب المكسف كده ونشوف اللي قطة بتحلي معنا ولا ما تحلش. زي ما انتم شايفين حضراتكم يعني احنا بعد غالما المكسف نبص الجهد من كده مفيش ايا مشكلة طبعا في خطوط قدامي دي زهرة مenecaita الفتوط اللي انتم شايفين حضراككم دي من الكاميرا مش من. يعني لو شيت sì طيليفول لفوق لتحت كده من الكاميرا. زي ما انتم شايفين حضراككم الصورة سبت واتمعاها. آآ هقلت بس بتاع اللايب كده شوية عشان نظهر معا الصورة زي ما انتم المشاكل اللي كانت معاها في الجناب اختفت. ما فيش اي مشكلة. ما فيش اي اهتزاز لفوق ولا تحت يعني انا ثبت الصورة معايا. ما فيش اي اهتزاز ولا اي مشكلة معايا. طبعا الخط ده قلنا من الكاميرا اللي بينزل ويطلع ده. والتليفزيون صوت وشغلها طبيعا ما فيش في مشكلة اه. اه دي طبعا مشكلة المشاكل اللي هتقابلك. وهديك ديك حضرتك شفت حلها عشان لما قابلك عطل في تليفزيون ما تحتملش انك انت تغير المكسفات اللي هي اللي معايدة كلها دي ممكن ما يكونش السبب. ممكن بقى السبب فيه مشكلة مكسف مكسف الكبير او البط طبعا حضرتكم الصوت اللي كان موجود اختفى يعني انا هقرب المايك هو من جوه من درجة الكهرباء كان فيه صوتنا عالي كان خارج المكسف ده. نيجي بقى الاخر حاجة معنا عشان برضو اه يبقى عملنا او الفيديو بتاعنا مضبوط. اخر حاجة احنا قسنا المكسف قبل ما نخلعه. الجهد شوفوا كام فولت مع حضراتكم علشان يبقى عارفين برضو الناس اللي ما عنداش فكرة مكسف ده عليه كام فولت? يعرف الفولت اللي ببقى موجود عليه بعد ما غيرنا كده واصلحنا العب بتاعنا. نيجي حضراتكم كده انا ثبت بالارض زاد والنقص على المكسف او هنجي نشوف الفولت كام? بص حضراتكم الفولت اللي خارج عندي كام? تلتمية وتمانية. يعني فرق حوالي ميتين وخمسة فرق حوالي مية وتلاتة بولتة في جهد المكسف. وده يعني شيء كافي جدا ان هو يعمل لك هزة ويعمل لك مشاكل كتيرة في التلفزيون. والتلفزيون ده ما كانش اشتغل فترة غير. اما هيدرب تاني. والتلفزيون ده كان المكسف الكبير تسبب. آآ اه لا لا مش التلفزيون ده. التلفزيون المكسف الكبير زي ما شفتوا حضراتكم تسبب في هزة في الصورة ومشاكل كتيرة. فالمكسف ده عليه عليه حمل كتير قوي يعني فلو احترت في موضوع في المكسفات اه في اطل عندك بداية الكهرباء ممكن تبقى المكسف ده فما تستبعدش وما ببطس كتير بس ما تستبعدوش وبيتلف اه. بس ما تستبعدوش. يعني عشان حجمه وتقول له مش هيتلف معك بسرعة لا هيتلف معك. وزي ما شفتوا حضراتكم ده عطل من الاعطار اللي حبينا انشاركم مع حضراتكم. قريتنكم بنفيدكم. وانا بشكر الناس على تعليقاتهم الطيبة. وعلى كلامهم الطيب. وكل متابعين المحترمين. وكل الاماكن. وان شاء الله بازن الله الجاي افضل. وانتظرونا في فيديوهات جديدة. كان معكم اخوكم محمود ابو دنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونختم كلامنا دايما بالصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدي. استودعكم الله.